مرحبا بارش انفوف التغطية الصحفية المباراة اليومية الافتتاح بحقيقة الافتتاح كانت في المستوى لا من ناحية تنظيم ولا من ناحية أداء الفريقين كان فريقها الخاص ريحيين تشيسي كان عنده ضغط كبير على الفريق الاتحاد الريحيين وكان الفرق شاسع بين الفريقين نظرا للمستوى بين الفريقين وكانت مننا المقابلة هذه ناخذها عبراحنا وننصحوا فيها الأخطاء لا كان شيء أخطاء وقعوا في المقابلة ويستفدوا مننا في المقابلة اليماجين وكانت مننا المسيرة موفقة ان شاء الله هذا الفريق الذي يقول كلمة دائما في أي محفل الظرف الرياضة يقول كلمة دائما إما كالعب نهاية أو نص نهاية موهم كالعب مقابلة مستوى أخلاقيا ولا رياديا وشكرا لكم والظروف التي تستعمل في هذه الدورة يوجدوا فيها نظرا لك كنا لدينا استعدادات أخرى للتنظيم كنا كنت مننا وملعب جاهز هذا يكون في مستوى لحتضان المباريات القادمة وكاننا كنا كنا كل هذه استعدادات كانت فرق كبرة تتبعها و تجيبها من هذا بالنسبة للمستوى الجماعة الساحل يعني وفاق الساحل هو الفريق الأول في الجماعة يعني بالنسبة لكم ما هي الطموحات لكم من مشاركة في الدوري لعبة التي يشاركوها نحن انتدابات الى فريق الوفا بحكم الحارس الذي يحصل معنا نحن وكان رئيس مهدي الشاريف ساعد يدعم هذا يوم نظرا لديه ذراف صحية وكان اللعباء ينتدبوهم من الفريق دينا ونظراً بعد الصعوبات والتنقلات يتغادوا على لا يلعبوا شيء ويبقوا في الاحتياط ويجعلهم نقص من النفسية اللعباء ويجعل اللعباء لا ينضم ويجعلوا شيء استمرارية مع الفريق دينا لا، من شكل لاعب مشاركة ما تتمنى لكي يكون دعم الدوريات بحران نحن نتمنى أن نطور المستوى الكورة بعدها هي أول حاجة في العالم الحضاري لأن العالم الحضاري يجعل على الصمع ويجعلهم عنه بأنه دائماً يبقى العالم القراوي وهو ضعيف في أي حاجة ونحن نتمنى أن نطور المستوى الكورة في العالم القراوي هذه الظروف التي نتمنى لكي نشاء الله في المستقبل يكون الرياضة والأخلاق لنا لا يمكننا دوري لولي أو دوري الثاني أتمنى أن يكون هذا دوري يغطي على الدوريات التي فاته لكن شيء أخطأ نحاوله ما أمكن أن نستفده منه إن شاء الله في المستقبل وأنا بيستفترأي رئيس اللجنة التنظيم ومدرب دي الفريق رحيين تشيسي ونظرا للمقابلة اليوم الكت سهلة بالنسبة لنا نعم وبالنسبة لنا دائما هو الأهم بالنسبة للسمراريادية للدوريات ما هي الكلمة التي يمكن توجهها للروح الريادية بالنسبة للفراق المشاركة الأهم هو المشاركة وهو تنمية ممارسة الرياضية في أخلاق وممارسة الرياضية ما الذي نحاوله؟ نحن نحاوله أحسن أن يكون الفراق التي يشاركوا معنا يكون من ضبطين لا رياديا ولا أخلاقيا والمستوى الكوراية لما كانت الأخلاق لا يوجد الرياضة وهذا هو الهدف لنا نحن كاللجنة التنظيمية نحاوله ما أمكان لا يمكن أن نحاول العاطفة لدينا فراق التي يشاركها في الدوري والناس ستشارك معنا ويتشوف كل شيء ويجب أن يكون هذه الدورية لأنهم يخصموا الدوري أو يدعموا فيها رسم أو شيء شيء واحد يمكن أن تعرفوا أن اللجنة التنظيمية تصهر على هذا الدوري يجب أن نجح في مستوى يكون أخلاقي ورياضي وهذا ما الذي أقوله ترجمة نانسي قنقر